قدينا شايفين إيران كان الصهوني المحتل كان الصهوني المحتل في مواجهة المقاومة الفلسطينية عندنا اللي بيحصل في كل حتة وبالرغم من ذلك تاني وبالرغم من ذلك مصر مستمرة بمنتهى الإصرار بمنتهى الإصرار وبتتحدى أي حد في الدنيا تاني أي حد في الدنيا في ايه؟ في أنها تدخل المساعدات الغذائية لقطاع غزة باستمرار لم تتوقف أي حد تاني في نفس ذات الظروف خد بالك أي حد تاني في نفس ذات الظروف كان يجي يقولك لأ نستشعر خطرا نقلق وقف دلوقتي لحد ما نشوف إيه اللي بيحصل مسألة ما بقادش كهان الصهوني المحتل في مواجهة المقاومة والشعب الفلسطيني ده المسألة دخل عليها على الخط بقى مش حزب الله مش عارف مين من سوريا لا 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 ده اللي دخل على الخط دولة ودولة كبيرة في المنطقة زي إيران ساعتها أي حد يقولك لأ وقف مش قولك يرجع خطوة الورا وقف لحد ما نشوف الدنيا ماشية إزاي لكن مصر قالت لا أنا مش هوقف أنا مكملة مساعدات وهدخلها من معبر رفح ومن معبر كرمة بوسالم والعربيات قدام حضراتكو أهي تقول لي طيب وهو حركة العبور يا يوسف يعني أقولك طيب واحدة واحدة بس تعالى كده نشوف حركة العبور من رفح وكرمة بوسالم احنا بنتكلم في عشرين ترلة مساعدات شاحنة يعني مساعدات غذائية من معبر رفح بالتحديد لقطاع غز طيب متين اتنين وخمسين ترلة مساعدات غذائية من كرمة بوسالم لقطاع غز متين اتنين وسبعين إجمالا إلى قطاع غزة يا سادة من المعبرين حط بقى عليهم سبع ترلات سبع شاحنات وقود عبر معبر رفح طيب ايه هم بقى السبع شاحنات في عندي أربع شاحنات دخلوا غاز اتنين سولار وحدة بنزين طيب على صعيد آخر استقبال أهلين المصابين من فلسطين الشقيقة أنا عندي عشرين مصاب دخلوا وحده تلاتين مرافق بصحبة العشرين مصاب دخلوا لي من منفذ رفح على عيني وعلى راسي وفي عناية وفي مستشفياتي ومن دكاتريتي ومن قلبي على قلبنا زي العسل هنكمل كده؟ آه هنكمل كده كل ما هنقدر ندخل مساعدات زيادة ونستقبل مصابين على قد ما نقدر طبعا احنا نتمنى انه ببقاش في المصابين نتمنى انه يتوقف هذا النزيف في الشهداء اللي بيصعدوا لمقابلة وجه رب كريم يعني لكن انا مكمل ما بسكوتش ما بوقفش